معظم الناس على الفيسبوك بتقابلهم مشكلة المصدقية السنائية والمشكلة دية كبيرة جدا للناس اللي مش عارفة تحل المشكلة دية يتواصلوا معانا وبإذن الله هنقدر نحللهم المشكلة دية والموضوع كله بيتم في خلال ربع ساعة والزبط بيتم حل المشكلة وبتقدر تدخل على صفحة حضرتك مرة أخرى وبدون أي مشاكل نهائي لو أنت عندك المشكلة دية وحصل معاك اتواصل معانا عن طريق الرابط اللي أنا هسبولك فيه صندوق الوصف ما تترددش عزيز المشاهد ولو أنت قلقا مننا يعني وخايف تتعامل معانا في أي حاجة خش على القناة الخاصة بنا وأعرف دنيتنا ماشية إزاي الأول وبعد كده اتواصل معانا وشوف مصدقيتنا مع الناس والناس اللي اتعاملت معانا قبل كده علشان ما تقلقش يعني من أي حاجة المهم عزيز المشاهد أنا صفحتي كان عليها المشكلة دية زي ما انتو شايفين الصفحة اتفكت وما فياش أي مشكلة وبقدر أدخل عليها عادي جدا كنت كل ما يجي أدخل على الصفحة بتاعتي يطلب مني الرمز اللي بيجيلي على الخط بتاعي وللأسف عزيز المشاهد كل ما دخل الرقم بتاعي علشان يبعات لي رسالة على الخط بتاعي ما كانش بيوصل أي رسائل نهائي مع أني أنا مأكد كمان الصفحة بتاعتي ببريد أكتروني وللأسف ما كانش بيجيلي أي رسائل على البريد ولا رقم التليفون والحمد لله عزيز المشاهد بالطريقة بتاعتنا قدرنا نرجل على الصفحة مرة أخرى وزي ما انتو شايفين كده احنا فتحنا الصفحة بتاعتنا والحمد لله شغالين عليها مفيش أي مشكلة بمعنى عزيز المشاهد لو انت حابب ان انت تفعل الصفحة بتاعتك وترجحها تاني وتشتغل عليها مفيش أي مشكلة اتوصل معنا لو انت بتقابلك مشكلة المصدقية السنائية وعلشان ما نكرامش كتير في الفيديو ده لو انت وصلت للنقطة دي عزيز المشاهد عايزك تصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في مشكلة بتقابل معظم الناس وهي المصدقية السنائية النهاردة بإذن الله هنوريكم احنا بنقدر نفق المصدقية السنائية ولا لا زي ما انتو شايفين هنضغط على كلمة تسجيل دخول تمام زي ما انتو شايفين من على تطبيق الفيسبوك علشان نشوف موضوع المصدقية السنائية هنا بيقول لك رمز التسجيل دخول مطلوب يعني لازم تدخل رمز التسجيل دخول طبعا لو ضغطنا على كلمة موافق هنا بيقول لك ادخل رمز التسجيل دخول ده رمز المصدقية السنائية زي ما انتو شايفين هاي المصدقية السنائية طيب يا عم ابو حنين انت بتحلها ازاي لو انت عايز تحل المشكلة دي على صفحتك اتواصل معايا وانا ان شاء الله هحللك الصفحة بتاعتك او مشكلة الصفحة بتاعتك وطبعا الموضوع ده بيكون في خلال عشر دقائق او حوالي ربع ساعة بالضبط بيتم حل المشكلة معلش فيه ناس بيتكلمني على المزنجر والواتس المهم لو انت بتقابلك المشكلة دي اتواصل معايا وان شاء الله هنحللك المشكلة دي في خلال ربع ساعة او عشر دقائق والكلام ده بيكون بمقابل فاتواصل معايا وان شاء الله هنحللك المشكلة دي في اصر عوال وكده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته